وحملة التلقيح متواصلة ببلادنا بهدف الوصول إلى مناعة جماعية تحد من انتشار الوباء والحاجة إلى الانخراط في إنجاحها تبدو ملحة أكثر مع إظهار الفيروس قدرة عالية على التطور والمقاومة سير هذه العملية نتابعه من وجدة هذا الصباح في روبرتاج أسامة أفقير وعبد العالي عميراش رغم التحسن المستمر للوضع الوبائي بالمغرب إلا أن مواصلة تلقي جرعة اللقاح أمر واجب على مستوى عملت وجدة أنجاد وإلى نهاية شهر نوانبر الأسبق تلقى الجرعة الأولى والثانية أكثر من 351 ألف شخص أصابت جد المرات بهذا المرات الخاطر كوفيد والحمد لله اليوم أدرت الجرعة الأولى ونعاون الثانية والثالثة جئت لجرعة الثالثة وعي بالخطرة للمرات لذلك كانت من الناس يجو حيثهم يجعون لفكسن الثالث للحفاظ على الأمن الصحي والخروج من الأزمة الناجمة عن وباء كورونا جميع المواطنين مدعوون لأخذ جرعات اللقاح وخاصة الجرعة الثالثة المعززة للمناعة أكثر من 32 ألف شخص تلقاها هنا على مستوى عملت وجدة أنجاد كل شيء تلقاها وما كانت تشي تخوف من هذا الفكسن والناس يمشي بكل طمئنة تأخذ جرعة ديالها إن شاء الله باش نعيشوا بسلم وسلام ومنسوش تدابير الاحترازية من غسل يدين وارتداء الكمامة وتباعد الجسدي ولبلوغ المناعة الجماعية يجب الاستمرار في احترام التدابير الوقائية والانخراط السريع والواسع للكبار كما الصغار في الحملة الوطنية للتلقيح وأخذ الجرعة الثالثة لتجاوز ارتفاع نسبة الإصابات والإيماتة والإيماتة